أما في السويد فقد أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن ثلاثة خبراء هم أمريكيان وهم أبيهجيت بانرجي ومايكل كريمر والأمريكية الفرنسية إستر دوفلو فازوا بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2019 وقالت الأكاديمية أن الفائزين لهذا العام وضعوا نهجا جديدا للحصول على أجوبة يعتقد أنها أفضل السبل لمكافحة الفقر على مستوى العالم واختتم موسم جوائز نوبل بإعلان جائزة الاقتصاد التي كانت حكرا على الرجال على مدى نصف قرن من تأسيسها باستثناء موسم واحد